شدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على تعزيز التعاون مع ليبيا فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين الأجانب وكذا بوريل في رسالة وجهة للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة تعزيز إدارة الحدود ودعم تعاون الإقليمي بين جنوب ليبيا ودول الجوار كما رحب بوريل بمقترحات الكوني التي تفضي إلى إجراء حوار حول قضايا السلم والأمن مضيفا أنه بصدد إرسال وفد إلى ترابلوس لمتابعة الحوار مشددا على أن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا وصلت إلى مطار بنين شرق ليبيا مستشارة الأمن العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامس وقالت مصادر ليبيا في الشرق أن ويليامس ستبحث مع قادة الشرق ملفات الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المقاتلين الأجانب لاستقرار البلاد هذا تتجه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا إلى التأجيل الأسبوع المقبل بعد تبلغ البرلمان من مفوضية الانتخابات استحالة إجرائها في موعدها لدواع أمنية حالة من عدم اليقين هي أقل ما يمكن وصفه بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري محاولات التأجيل لم تتوقف وهي اتخذت أشكالا كثيرة آخرها العراضة المسلحة التي جابت شوارع طرابلس وحاصرت عددا من المقار الحكومية أبرزها مقر المجلس الرئاسي ومقر رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وأعلنت ميليشيا لواء الصمود الناشطة في العاصمة الليبية استحالة إجراء الانتخابات وفيما ترتفع حظوظ تأجيل الانتخابات ينتظر أن يعلن مجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل القرار رسميا بعد أن يكون قد تبلغ بتعذر إجراء العملية من قبل مفوضية الانتخابات التي علقت إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعدت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن متابعة الاستحقاق تقريرا يؤكد استحالة إجرائه في مختلف أنحاء البلاد لدواع أمنية وهو ما سيناقشه البرلمان مع مفوضية الانتخابات ليتوافقا على التأجيل بما يضمن إتمام العملية في بيئة أمنية جيدة مع منح المرشحين مهلة للدعاية الانتخابية وحظر إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى وعلى رغم أن خيار التأجيل يتقدم على ما عداه فإن الولايات المتحدة شددت الجمعة على دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية وجاء الموقف الأمريكي خلال لقاء سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلند برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الساجح بمقر مكتب ليبيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة التونسية السفير الأمريكي أكد خلال اللقاء دعم بلاده القوي للاستحقاق الانتخابي والمفوضية العليا من أجل الوصول إلى نتائج انتخابات حرة ونزيها ننضم إلينا من مسرات إبراهيم بالقاسم الباحثة السياسية ليبيا أستاذ إبراهيم مساء الخير أهلا بك عمليا تقنيا منطقيا الانتخابات ستتجه نحو التأجيل لم يبقى إلا الإعلان الرسمي نتحدث الآن عن أولى الآثار التي يمكن أن تنجر من هذا التأجيل كيف تلخصها لنا أهلا بك سيد رفيق الحقيقة أنه سيناريوهات كثيرة جدا تنتظر التاريخ الأكثر جدلا في تاريخ ليبيا المعاصر يوم 24 ديسمبر عام 2021 الذي لا يعتبر فقط تاريخا لإحياء ذكرى استقلال ليبيا السبعين بل هو أيضا تاريخ لانتخابات كان ينتظرها كثيرا الليبيين والآن هذا الموعد يتأخر ويتأجل إلى أجل غير معلوم ويجعل الليبيين اليوم أمام سيناريوهات كثيرة صراحة من بينها عملية أن لا تكون هناك انتخابات في هذه المرحلة وأن نعود مرة أخرى إلى جولة تفاوضية جديدة وتنتهي هذه الجولة بإنتاج سلطة سياسية جديدة تكون مسؤولة على التمهيد لإجراء انتخابات وسيناريوهات أخرى من بينها ربما إجراء الانتخابات بعد أشهر بشرط أن تبقى هذه السلطة الحالية وأن تجرى تعديلات جدرية على هذه السلطة وأن تنتج في الآخر قاعدة دستورية وتعديل للقوانين فتجرى الانتخابات في وقت قريب أو على الأقل تقدير تجرى الانتخابات البرلمانية على أمل أن تؤجل الانتخابات الرئاسية أو التتزامن مع الانتخابات البرلمانية بشرط حتى تحدث هذه الانتخابات ما الذي وجب تغييره؟ الحوار السياسي بين الليبيين والحوار المجتمعي والالتزام بمبدأ التوافق والمشاركة في إعداد القواعد الدستورية والقوانين لهذه الانتخابات وقبل كل هذا تمهيد الظروف على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني واللوجستي وغيرها من الظروف التي تهيئ لهذه الانتخابات أعتقد أن هذه الظروف تغييب بشكل كبير في هذه المرحة بالرغم من الدعم الكبير الدولي لعملية الانتخابات في ليبيا وبالرغم أن هناك أكثر من 2.5 مليون ليبي استنموا بطاقات انتخابية وينتظرون إجراء الانتخابات ويرغبون في ممارسة حقهم الطبيعي في اختيار السلطة التي تمثلهم إلا أن هناك ظروف كثيرة بدأت تنفجر أو ألغام أو مفخخات كانت مدسوسة داخل قوانين انتخابية معيبة على مستوى الشكل لأنها تجاوز التوافقات والالتزام بما نص عليه الإعلان الدستوري وغير ذلك وعلى مستوى المضمون لأن هناك تقاطعات وتضاربات على مستوى الطعون وعلى مستوى المسائل الفنية وعلى مستوى القانون في حد ذاته ومستويات مختلفة فهذا المسار ولد من الأول مشوه لا ينتج في نهاية إجراء الانتخابات الآن نحتاج إلى أن نعطر أخرى لنتمسك بضرورة تجديد الشرعية والمشروعية إلى غاية ربما تاريخ قريب البعض يربطه بجولة الانتخابات البرلمانية أيضا هل تعتقد أن كل هذه الظروف يمكن لها أن تتحقق خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة أم أن الأمر مفتوح على احتمالات لتأجيل أكثر من ذلك السيناريوهات والورقات والمقترحات كثيرة الآن هناك من يقترح أن نذهب إلى انتخابات برلمانية وانتخاب قائمة رئاسية تتضمن رئيس ونائب أول ورئيس حكومة وهناك من يقترح أن نختار مجلس رئاسي جديد يكون مؤقت للبلاد في تزامنا مع انتخابات برلمانية الحلول كثيرة جدا والمقترحات كثيرة ولكن أي منها قابل للتنفيذ وقابل أن يخرج ليبيا من عنق الزجاجة نحن أمام سلطات سياسية تحتاج فعلا إلى تجديد وتحتاج فعلا إلى تغيير ويحتاج الليبيين أن يذهبون إلى صندوق الانتخابات نحن نتحدث الآن عن ضرورة العودة إلى التمسك بمسار انتخابي جديد وأن تكون هناك مواعيد قابلة للتنفيذ وعن تهيئ الظروف لهذا المسار أعتقد أن هناك حالة من الانسداد السياسي بين الأسام السياسية الموجودة اليوم هذا الانسداد يحتاج فعلا إلى رؤية سياسية لا أعتقد أن الأسام السياسية الموجودة اليوم في داخل ليبيا قادرة على طرح هذه الرؤية هناك كثيرين في داخل ليبيا يتأملون أن مستشارة الأمين العام الجديدة الجديدة القديمة ستيفاني ويليامس التي أجرت العديد من الزيارات في طرابلس ومصراتا وبنغازي وستتجه إلى القبة ثم تعود إلى طرابلس ويتلتقي بالقيادات السياسية ربما تكون لديها رؤية ومعالجة باعتبار أنها كانت عن رابط الحل في بداية هذا المسار وبداية خارط الطريق وهي من تعرف وتجيد معالجة هذه المشكلة إذا كانت لديها رؤية صحيحة يمكن لعودة مرة أخرى لإصلاح هذا المسار المتعثر أو على أقل تقدير تأجيل محدد لتاريخ محدد ثم استحضار موعد آخر بمسار أفضل وهناك مشاركة واسعة وتكون هناك معالجة للأخطاء التي مورست في المسار السابق شكرا جزيلا لك على كل هذه القراءات أستاذ إبراهيم بالقاسم الباحثة السياسية الذي يحدثتنا من مصراته شكرا جزيلا